ما يجري في الأون الأخيرة في العصمة صنعاء من اختطف من منهج للنساء والمتيات لا سقف هنا للجريمة ولا ضوابط فأن تكون حوثياً تلك أكبر الجرائم لتفعل بعدها ما تشاء كانت البداية فيما كشفته منظمة مكافحة الاتجار بالبشر أن جماعة الحوثي اختطفت 120 امرأة في صنعاء منهن تم احتجازهن لدى البحث الجنائي الخاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية حيث شهدت الأشهر الأخيرة حملة اعتقالات منظمة وجماعية للنساء بتهمة الدعارة والتعاون مع التحالف وأكدته وكالة أسوشيت بريس في تقرير لها أن جماعة الحوثي تقوم باحتجاز عشرات النساء في اليمن وتعذبهن في سجون سرية بالعاصمة صنعاء دون تقديمهن للمحاكمة أو اتهامهن بجريمة من جانبها ذكرت صحيفة الانديمندنت البريطانية في تقرير لها أن ميليشيا الحوثيين أخفت وعذبت عشرات النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن وأنها ابتزت أهليهن كشف ناشطون عن تعرض عشرات النساء اليمنية في صنعاء لممارسات إجرامية على يد مسؤولين أمنيين حوثيين التطور الخطير في سلوك الميليشيا ضد النساء دفع بناشطين يتبعون الميليشيا ذاتها إلى نشر رسالة موجهة إلى المفتش العام في وزارة داخلية الميليشيا تضمنت معلومات خطيرة عن تعرض عشرات النسوة للاختطاف من قبل العميد سلطان صالح إيضا زابن المعين من قبل الميليشيا مديرا للبحث الجنائي بأمانة العاصمة الرسالة أكدت أن الأخير يقوم باختطاف وإخفاء النساء في منزل كبير قام باستئجاره في شارع تعز بصنعاء وحوله إلى معتقل للنساء وأنهم يقومون باختطافهن وإخفائهن فضلا عن استخدام أخريات للإيقاع بالناشطين والإعلاميين المناوئين للميليشيا الرسالة تقول أيضا أنه يقوم بالمتاجرة بأعراض اليمنيات وحقق من وراء ذلك ثروة مشيرة إلى أنه تمكن من شراء منزل في حي عصر بقيمة 150 مليون ريال من وراء ذلك أحد عناصر الميليشيا كتب على صفحته أن ما يحدث على يد سلطان زابن لم يسبق له مثيل حتى في العصر الحجري ميليشيا الحوثي سارعت بإصدار أمر قهري بالقبض عليه مع اثنين آخرين في محاولة لتمس ملامح الجريمة التي بدأت تأخذ ردود فعل دولية وإقليمية وظهر أنها ستجلب عليهم المتاعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر